السلام عليكم اصدقائي الاعزاء الافية متابعي قناة خدوتيب مرحبكم معنا فيديو جديد كنتمنى تكونوا كابين بخير وعلى خير وبصحة جيدة اصعب الاشياء اصدقائي التي تواجه اصحاب القنوات وهو في الاستمرارية في تنزيل الفيديوهات في الاستمرار بقنواتهم في طريقة انجاح محتواهم وانجاح قنواتهم فهذا الفيديو اصدقائي سنعطيكم بعض الطرق وبعض الحيال اللي ستساعدكم كما نقولوا باش ما تضربوش تمارا بزاف على القناة ديالكم لان من الصعب ان تستمر في انشاء محتوى جيد يعني باش انشاء محتوى جيد دائما في كل فيديو والاستمرارية هذا امر صعب ولكن هناك بعض الطرق وبعض الحيال غدي تساعدك باش انك تستمر بالقناة ديالك ودائما غدي تبقى تنزيل فيديوهات وما تعياش وما تعقش وما تقنطش شنه هي الحيلة لان اصعب حاجة هو انك تستمر في القناة قناة راه ماشي مثلا غدتنزل فيديو اليوم وغادي تقلس صافي ما غاديش تبقى تنزيل فيديو او لا غادي تنزل سيمانا وسيمانا صافي غادي تنسى القناة او لا شهر او لا شهرين او لا غادي تعطيش جهد ديالك كامل في البداية وبعد ذلك يعني كما نقوله تنهس في هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض الاستراتيجيات السهلة لأولا نجيب لكم مشاهدات وتانيا تخليك تستمر في يعني تنزيل المحتوى على قناتك اولا اسهل حاجة باش تخليك انك تستمر في انجاح القناة ديالك دائما النجاحات بعد النجاحات باش ما تصابش بالفشل ونقص المشاهدات خصوصا بالنسبة للمحتويات اللي فيهم التنويع المحتويات المتنوعة مثلا مثل محتوى قناة المحتوى التعليمي من اصعب المحتويات التي يعني تبحث على افكار جديدة بالنسبة لنا نحن نتحدث عن تقريبا عن منصة او منصتين او ثلاثة منصت من الصعب ان تستمر في تنزيل الفيديوهات يوميا وتأتيها بمواضيع لم يتحدث عنها اي شخص هذا شيء من مستحيل ولكن بالنسبة للمحتويات الاخرى المتنوعة والترفيهية خاصك تحاول تبحث على محتوى قليل نوعا ما او لقليل اللي نزله في اليوتيوب او لقليل اللي اهضار عليه باش هكذا كيبقى التفاعل عندك في القناة بشكل كبير هدي من جهة يعني باش ما تضربش تعمارها بزاف باش الفيديوهات عندك يبقوا يطلعوا منك تنزل واحد الفيديو الناس ما هضروش علام حالة ديك المواضيع بزاف كيكون هاد الفيديو غدي يجيب لك المشاهدات ديال 10 او ل 15 الفيديو اللي غدي تنزلوا على القناة وما غديش يجيب لك هذوك الفيديوهات المشاهدات في حال هذك الفيديو هدي حيلة من الحيل اللي تساعدك باش انك تستمر بالقناة بشكل ايجابي باش انك ما تتعبش لانه منيك هتوقع تنزل فيديو مورا فيديو فيديو مورا فيديو راح انسان كيع يا الله يحصل العون خصوصا انه اي واحد راح ما عندوش داينش غير يخدمة ديال اليوتوبر عندو خدمة واحد اخرى يعني باش انه كل يوم ينزل واحد المحتوى راح الامر صعيب ولكن انا مشي كنقول لك ما تقاش تنزل فيديوهات دايما ولكن الحيلة الدكية انك كما كنقوله تحط عدد كبير او لا جيد من الفيديوهات بمجهود اقل كيف ذلك؟ عندكم مثلا تجريبة ديالي مثلا انا كنقدر نصور في يوم واحد خمس او ست او سبع علاقات يعني مثلا في سمانة كنكون انا موجد لهذه واحد سبعة او ثمانية الفيديوهات او لا خمسة على حساب الافكار اللي عندي اللي كنكون كاتبهم وموجد ليهم احيانا كيكونوا تحديثات هادوك اللي كيضطرنا ان انا نصور لهم الفيديوهات ديالهم خاصة بوحدة ولكن بالنسبة لك انتي او لانتا عندك قناة مثلا فلوغات او لقناة جوالات بامكانك ان يعني خرجتي واحد الخرجاء او لوحد الجولة كتكنديرها انا شحال دي منك كتكندير الفلوغات يعني خرجة واحدة كنصور فيها واحد سبعات شمانية تلعشرة ديال الفيديوهات وهكذا كنمونطهم ونقدهم وكيسهال لي انني يكون عندي واحد ستوك باش انني نبقى ننزل واحد المحتوى على واحد المدد خمسة عشر يوم او لا شهر بهذا كنمقى انا غدي مرتاح يعني عندي ستوك باش ان يعني نخدم القناة ديالي وما نعياش لان اصعب حاجة هو تجيب الافكار كذلك اختي انتي مثلا كتديري الوصفات ديال الطبخ تقدري واحد لا كان عندك الشغل عندك بزاف ديال المشاغل تقدري في يوم واحد او لا يوم الاحد او لا في حلقة مثلا في يوم تصوير واحد كانت قدري تصوري جوج زوج فيديوهات ثلاثة او فى نفس الوقت وكذلك بالنسبة للفيديوهات القاصرةElناس اللي يحطو الفيديوهات القاصرة من اسعب المحتويات هو المحتوى الخاص بالفيديوهات القاصرة اشرف ما عندك يجيب لالله الفيديوهات القاصرة السهلة ولكن يعني الفيديوهات القاصرة من واحد نحيين بتحصل على مشاهدة كثيرة ولكن احيانا كتنزله فيديوهات قاصرة لا تحصل على لمشاهدة. لماذا? لان اغلبية الناس يعجبهم فيديوهات القاصرة. ولكن دائما يبحثون عن الفيديوهات الحديثة التي لم يشاهدوا عند اي احد الفيديوهات او للمواضيع الجديدة التي لم يطرحها اي احد. وهذا يجعل فيديوهاتك لا تقترح ولا يشاهدوها احد. وبعض الناس يدخلوا عندك يقولوا يا احنا كنحطوا فيديوهات ما كنشاهدتها واحد. شوف رغم شي اي فيديو غادي تحطوا على القناة غادي يجيب لكم مشاهدات. هادشي عن تجريبه. انا رابع فيديوهات كنحطوا مرة ما كيجيبوليش احت ربعمية ولا تلتمية مشاهدة. هذا ماشي بناءا على ان الفيديو ماشي مزيان. او للفيديو ما فيش الافادة. او للفيديو او للقناة اه ما ما حطيت لهاش الكلمات المفتاحية مثلا في اه مثلا عفوة الفيديو ما حطيت لهش الكلمات المفتاحية ولا الصورة ماشي هي هذه. ولكن بناءا على ذلك الموضوع الذي لا يتير الجمهور. يعني كيكون ذاك الفيديو اللي حاط انا يعني واحدة شريحة كبيرة من الناس ما مهتمش بهذاك الموضوع. يعني مثلا انا اعطيكم مثال. مثلا انا ده بلا نزلت فيديو كيفية انشاء قناة. يعني بواحد نسبة هي التسعين في المية الناس اللي مششاركين عندي ما غاديش يشاهدوه. علاش لانهم اصلا فاتحين القنوات وما غاديش يشاهدوه. يعني شكل اللي غاديش يشاهد داك الفيديو غاديش يشاهدوه الناس اللي عاد غادي يفتحوا قناة من جديد. يعني احنا كنركزوه على الفيديو باش عاد غادي يدهر في البحث. يعني هناك تكون المواضيع التي مهتمة بها الناس هي التي تعطيك المشاهدات على قناتك. يعني هاد الافكار هادو اصدقاء وهاد الحيل. مشي دا مش حلموحدة يقولك هاد ما عطيتنا هادو في هذا الفيديو. ولكن انا كنحاول نعطيك بعض الافكار اللي تخدم بها بقناتك باش تبقى غادي باستمرار. لان القناة رباست تستمر بها رباست تستمر بها. رباست بشي. مثلا القناة جاني كي ما قلت لكم راهر اربع سنوات وزيادة وحنا اخدامين في هاد المجال. باش كل يوم تنزل فيديو او لا يومين او لا ثلاثة ايام. وتبقى مستمر وفيديو يجيب لك مشاهدة وفيديو لا. واحيانا شهر كامل ما يجيب لك مشاهدة. ومع ذلك تستمر. هنا كي ما قلت لكم باش ما كتعياش. باش ما كتعقش. اولا كاقصاصة في الجهد ديالي. في واحد النهار كنصور بزاف الفيديوهات. كذلك واحد نهار كننطيل فيديوهات كاملين. كنديرو في القناة على غير مدرج. وكانوا مقام مرتاح. كذلك باش يجيوني مشاهدات. كنحاول ما امكن انني اللعب على مواضيع. معليهاش. مثلا كي ما كنقولو. معليهاش منافسة كتيرة. معليهاش لهضرا بزاف. قليل ان ذوك الفيديوهات اللي دينهم الناس. وبالتالي اضمن المشاهدات على الفيديوهات الخاصة بي. يعني هذا الامر اصدقاء وهذا الامر ستساعدك ان شاء الله في الاستمرارية بقناتك. مثلا انا نهار كنوجد الحلقة التصوير. مخصيش نعاود نوجد الحلقة وتامره وقادوا الاضاءة وقادوا منه وقادوا منه وقادوا منه. وفي الاخير نصور فيديو ديال خمسة دقائق او العشرة دقائق. ونقولي نجمع وتاني غدا نجي ونعاود نصور وندروب تامره. عاود غدا نجي نعاود نصور تامره. لا. يعني في واحد الحلقة كنصور كنكون موجد واحد خمسة المواضيع او لسه كيعطيوني واحد سبعي ايام ولست ايام ديال الراحة اللي غنكون وجهت فيها افكار جديدة باش نطرحها على القناة. وبالتالي كنبقى انا غادي مرتاح كنخدم الخدمة ديالي عادي ونجي ني كنكون قادي واحد وقيت كان موانطي فيديو كنحطوه في القناة بعد مرة كان موانطي جوج ثلاثة. وبالتالي كنبقى ايام مرة مرة او تاني كدلك تنجي كان قد فيديو صور مصغرة مهم وكان بقاء انا غادي هكدا مرتاح في القناة ديالي. مهم اصدقاء اتمنى انها الطريقة تجربها لانها غدا تسهل عليكم الخدمة في القناة ديالكم. شكرا لمن تابعنا الى نهاية شكرا لمن وضع لايك الفيديو والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قديم ان شاء الله.